قالت غرفة تجارة الأردن أن حركة شراء وبيع الذهب من المواطنين تراجعت خلال الأشهر الماضية بنحو 70% مقارنة مع ذات الفترة للعام الماضي ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي عزى هذا التراجع إلى تداعيات الجائحة وإغلاق صلاة الأفراح والمناسبات وقرارات الحظر وأضاف أن الأسعار العالية التي حققها المعدن الأصفر خلال العام الحالي دفع المواطنين للإحجام عن عمليات الشراء والتركيز على البيع للاستفادة من فرقات الأسعار الجديدة ودع الحكومة إلى إدراج قطاع المجوهرات ضمن القطاعات المتضررة اقتصاديا جراء الجائحة